بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض المحاضرة الرابعة الجزء الثاني منها اللي هنتكلم فيه عن الاكيوليبريام بوتينشيال وده موضوع مهم جدا ممكن بيضاف من موضوعات العملي وعليه مسائل هنتناولها ان شاء الله في المحاضرة البسيطة او الجزء البسيط اللي هنشرحه دوقتي بإذن الله هناخد في هذا الموضوع الاكيوليبريام بوتينشيال الوضع اللي هيحصل فيه اتزان كيوليبريام بوتينشيال خاص بالآيونز سواء كانوا السوديوم او البوتاسيوم اهمتوا آيونز بيتحركوا عبر السيل ميمبرين هنتكلم عن النيرنست اكويشن ونيرنست ده عالم عمل حط اكويشن عشان درنا من هذه الاكويشن حدد ان البوتاسيوم آيونز هو المسؤول بالدرجة الاولى عن الريستينج ميمبرين بوتينشيال والاكويشن دي طبقناها على السوديوم وطبقناها على البوتاسيوم لقينا ان البوتاسيوم آيونز هي المسؤولة عن الريستينج ميمبرين بوتينشيال مين دي بشكل يعني اساسي طبعا بيت الآيونز بتشارك بنسبة بسيطة ولكن اهم حاجة هي حركة البوتاسيوم وده نثبته في النيرنست اكويشن والجولدمان اكويشن ده عالم حط معادلة اخرى حسب من خلالها الريستينج ميمبرين بوتينشيال مش آيون واحد استخدم آيونز تلاتة السوديوم والبوتاسيوم والكلورايد ومن خلال اكويشن قدر يحسب بالضبط الريستينج ميمبرين بوتينشيال قيمته وفي نهاية المحاضرة هناخد بعض الاسئلة الامس كيو اللي هتضربنا على الامتحان زي ما تعودنا في نهاية كل محاضرة الاكيوليبريا موتينشيال كنا اخذنا في المرة اللي فاتت الريستينج ميمبرين موتينشيال وذكرنا ان البوتاسيوم كآيون بيتحرك بالكونسنتريشن جريديينت عبر الليكيج شانيل من الانترا سيلولر فلاوت حيث التركيز العالي للبوتاسيوم للاكسترا سيلولر فلاوت وبتكون هذه الحركة عبر الكنسنتريشن جريديينت والبوتاسيوم في حركته بيلاقي حركة مضادة ان البوتاسيوم وبوزيطيف بيطلع برا الخلية تمام البوتاسيوم في حاجة تانية اسمها الكتريكال جريديينت لما البوتاسيوم بتحرك من بر من جوة الخلية لبراها بيخلي برا الخلية مور بوزيطيف وبيزود البوزيطيفتي بره الخلية فبيزود الالكتريكال جريديانت اللي بتمنع حركة البوتاسيوم من جوة الخلية لبرها وتتوقف عملية حركة البوتاسيوم في النقطة اللي بيتساوى فيها قوة الكونسنتريشان جريديانت اللي بتحرك البوتاسيوم من جوة الخلية إلى برها بالالكتريكال جريديانت اللي بتمنع حركة البوتاسيوم إلى خارج الخلية تتوقف الحركة عند هذه النقطة اللي سمناها الاكيوليبريان بوتينشيال طيب متى يتوقف حركة الآيون سواء كموتاسيوم أو صوديوم موضوع الإكيوليبريا متنشيري يا شباب عبارة عن قوة الكنسانتريشان جريديينت وفي بارتيكولر آيون لآيون معين اسمه ماتشد أند أبوزد يعني بدو قابلها قوة مقابلة اسمها الالكتريكال جريديينت وعندما تتساوى القوتان الكنسانتريشان جريديينت بالالكتريكال جريديينت يتوقف الحركة ويحدث الإكيوليبريا اللي هو التعادل في نهاية ان تساوى القوتين مع بعض هيحصل نونت موفمينت ما فيش حركة أوف آيون إن أور آوت أوف زا سيل ويحدث الريستينج من برين بوتينشيال عند الرقم بتاعه زا بوتينشيال زا تود إكزيست زيس إكيوليبريا بنسمي إكيوليبريا بوتينشيال الوضعية اللي موجودة في هذه الوضع يسميها الإكيوليبريا بوتينشيال إكيوليبريا بوتينشيال عالم نيرنست اللي حط هذه الإكيويشن هذه المعادلة لحساب الإكيوليبريا بوتينشيال الخاص بكل آيون على حدة ومن خلال حسابنا الإكيوليبريا بوتينشيال لكل آيون على حدة هنعرف أنه آيون هيكون مسؤول بشكل أكبر عن الرستينج من برين بوتينشيال ذكرنا إن الرستينج من برين بوتينشيال العصب كبير لو استخدمناه هيكون مينس تسعين ميلي فولت لو كان الإكيوليبريا بوتينشيال بتاع الآيون قريب من مينس تسعين يبقى أكيد الآيون ده له دور كبير في هذا الرستينج من برين بوتينشيال والنيرنست إكيويشن دي معادلة وضعها عالم نيرنست عشان يقدر يحسب الإكيوليبريا بوتينشيال الخاص بكل آيون على حدة يعني هو ما بيحسبش الكهرباء بواجه نعام ولكن بيتعامل مع آيون واحد كل آيون على حدة هيقدر يحسب الإكيوليبريا بوتينشيال النقطة اللي يتوقف فيها حركة هذا الآيون من جوة الخلية البراها نتيجة تساوي القوتان الكنسنتريشن جريديان والالكتريكال جريديان هذه الإكيويشن بتقول إيه؟ بتقول إن الإكيوليبريا بوتينشيال بيساوي زائد أو ناقص واحد وستين مضروب في لغارتم الكنسنتريشن بتاع الآيون انصايد على الكنسنتريشن اوف آيون او تصايد وأظن إن دي هتجي مسائل هتديك فيها طبعا السابت انت عارفوا اللي هو ماينس واحد وستين دا سابت تمام؟ أو زائد واحد وستين وهنعرف ليه زائد وليه ناقص أحيانا يبقى يا زائد يا ناقص واحد وستين ونضرب دا في لغارتم الكنسنتريشن انصايد على الكنسنتريشن اوتسايد زاسيل يعني بنشوف التركيز الآيون جوة الخلية كام وبرى الخلية كام وقسمهم على بعض واخد اللغارتم ومن كده واحد يقول لك احنا كده بناخد في الطب اللغارتمات لا احنا مش هنسألك في أسئلة لو هيجيب لك مسألة هيكوني إجابة سهلة لغارتم لو قلنا لغارتم انتم ماخدتوش رياضة أو تعرفوا فكرة عن اللغارات لغارتم مثلا عشرة بكام لغارتم عشرة عشرة بكام بواحد لغارتم مية باثنين لغارتم ألف بثلاثة طب اللغارتم واحد على عشرة بمينس واحد لغارتم واحد على مية بمينس اتنين وهكذا هتكون المسائل عبارة عن اللغارتم في رقم يا مية يا عشرة فانت هتبقى عارف لو تكلمنا عن عشرة يبقى واحد لو تكلمنا عن مية يبقى هيكون الرقم اتنين ده لو في نقطة اللغارتم شوف تركيز الايون انسايد زا سيل على تركيز الايون اوتسايد زا سيل بنشوف اللغارتم بتاعة تركيز الايون انسايد زا سيل على تركيز الايون اوتسايد زا سيل وندربه في ثابت اسمه واحد وستين واحد وستين ده ثابت قيمته مش مهم اننا بعارفين التفاصيل الخاصة بهذا الثابت بيختلف حسب اختلاف يعني بيعتمد على درجة الحرارة تمام بيعتمد على الايون فالانسي يعني التكافأ الخاص بالايون بيعتمد على حاجات معينة لهذا الايون هيختلف من ايون الى اخر انما لو خدنا مثلا السوديوم والبوتاسيوم بيشتركوا في نفس الكونيستانت لانهم يتمتعوا الاثنين بوزيتيف تمام وايضا الاثنين الفالنسي بتاعهم واحد يعني التكافؤ بتاعهم هيكون واحد ولو فرضنا ان درجة الحرارة عند درجة حرارة معينة السابتة اللي هي الطبيعية هيكون الوضع طبيعي يبقى الكونيستانت ده هيكون سابت بسبب درجة الحرارة بسبب ان الفالنسي يكون واحد اللي تكافؤ بتاع الايون وايضا التمبرتشار درجة الحرارة بتكون سابتة واحد وستين ده بيكون سابت بتحسب من معادلة RT على ZF حيث ان الR الونيفيرسال جاز كونيستانت ودي حاجة معروفة في الفيزياء مش عليكو T هي التمبرتشار درجة الحرارة والزت هي الايون فالنسي والF هي الفارادي وكل ده امور مش عليكم المهم نعرف ان الالكتريكال الاكيوليبريا الخاص بالايونات بتتحسب من خلال هذه المعادلة اللي نحفظها زائد او ناقص 651 مضروف في لغة رتم الكونسانتريشان بتاع الايون انسايد على الكونسانتريشان او ايو او اوتسايد طب ايه حكاية زائد او ناقص زائد او ناقص هيعتمد على نوع الايون اللي بنستخدمه فلو بنستخدم ايون بوزيتف ايون زي السوديوم زي البوتاسيوم هيكون مينس 61 ولو باستخدم نيجاتف ايون زي القلورايد يبقى هيكون زائد 61 ودي هنحتاجها في المعادلة يعني مش هيكون مينس 60 بعض الكتب كتبه بس مينس 61 وبس انما هي مينس زائد 61 طبقا لهذا الايون موجب او سالب لو كان موجب هيبقى مينس 61 لو كان سالب هيبقى زائد 61 الاجزامبل عندنا في جسمنا للموجب السوديوم والبوتاسيوم والسالب الكولورايد يصبح الكونيستانت في حالة لو بتكلم عن سوديوم او بوتاسيوم مينس 61 لو بتكلم عن كولورايد هيبقى زائد 61 نيرنست اكويشن ممكن نستخدمها توكالكيوليت نيرنست بوتينشيال فور يونيفيلانت ايون يبقى هذا الثابت بيكون خاص باليونيفيلانت ايون ايون اللي هو احادي التكافؤ في درجة حرارة طبيعية اللي هي 37 لو احنا ثبتنا الايون اللي هنستخدم يونيفيلانت زي البوتاسيوم والسوديوم والكولورايد وكلها يونيفيلانت ايون وخلينا درجة الحرارة 37 هيكون مقدار الثابت 61 طيب هنحدد هو بوزيتف ولا نيجيتف عن ان لو كان الايون بوزيتف بوزيتف اه زي صين في بوتينشيال اس بوزيتف اف زي ايون دفيوجن اس نيجيتف لو كان الايون كان نيجيتف زي الكولورايد هيكون الدام الواحد وستين زائد ولو كان الايون بوزيتف زي السوديوم والبوتاسيوم هيكون الدامه في الكونيستنت مينس 61 كل الكلام اللي بقوله ده مهم واحنا بنركز في حل مسألة هشوف الايون اللي انا بستخدمه هل هو سوديوم هل هو بوتاسيوم يبقى مينس 61 هل هو كولورايد يبقى يبقى زائد 61 تاني نقطة اهتم بيها اللغة رتميبتاعي لو كان اللغة رتميبتاعي يبقى واحد لغة مية يبقى اتنين طب لو لغة مواحد على عشرة يبقى مينس واحد لغة مواحد على مية يبقى مينس اتنين وهكذا دي حاجات هنعرفها عشان نطبقها في المسألة بعد كده طيب نبدأ نطبق يا شباب النيرنست اكويشن المعدلة اللي حطاها نيرنست على الايونس المختلفة الموجودة في جسمي واشوف لما طبقها على البوتاسيوم هيطلع للرقم كام ولما طبقها على السوديوم هيطلع للرقم كام ومن واقع الارقام اللي هتطلع هقدر اعرف مين المسؤول عن الريستنج من بريم بوتينشيال اكيد الرقم اللي هيكون قريب من الريستنج من بريم بوتينشيال هيكون الايون ده هو المسؤول الاكبر عن الريستنج من بريم بوتينشيال نطبق المعادلة ملي مول باللتر يعني ده التركيز داخل الخلية وتركيز البوتاسيوم خاري الخلية بيكون أربعة ملي إكويفيلنت باللتر نطبق المعادلة ونقول إن الإكيوليبريا موتينشيال بالملي فولت بيساوي مينس واحد وستين ليه قلنا مينس لأنه بنتكلم عن بوتاسيوم اللي هو بوزيتف وواحد وستين ده سابت طالما ثبتنا إنه يونيفيلنت آيون والتمبرتشر بتاعتنا سبعة وثلاثين هيكون واحد وستين مضروب فيه لغة لغة رتم مية واربعين على أربعة مية واربعين على أربعة اللي هتطلع لغة رتم خمسة وثلاثين لغة رتم خمسة وثلاثين هيطلع كم يا شباب لغة رتم خمسة وثلاثين هيطلع رقم معين لغة رتم مية باثنين لغة رتم عشرة عشرة بواحد هي بيطلع رقم ما بين واحد واثنين هنضرب هذا الرقم لو جبناه على الآلة وضربناه في مينس واحد وستين هيطلع الكهرباء عندنا أربعة وتسعين ملي فولت يعني ايه 94 ميلي فولت هل هذا الرقم بالمينس ولا بالموجب بالمينس 94 ميلي فولت مينس يعني هيعني ان الكهرباء جوة الخلية مور نيجاتيف ده معناه ايه لما يطلع الاكوليبريا متنشيال الخاص بالبوتاسيوم 94 ميلي فولت هذا الرقم قريب جدا من الريستنج ميمبرين متنشيال الريستنج ميمبرين متنشيال اللي كان مقدره 90 ميلي فولت والسيليكتب برميابيليتي اللي هي حركة الايونات كان منسؤولة عن مينس 86 اذا مينس 94 هو رقم قريب جدا من مينس 86 اذا البوتاسيوم بيلعب دور كبير جدا في عملية الريستنج من بريم متنشيال عشان كده نقدر نطلع بالنيرنست اكويشن اف بوتاسيوم ايون ويرزاولي فاكتور لو كان البوتاسيوم ايون هو العامل الوحيد المسؤول عن الريستنج من بريم متنشيال زا ريستنج متنشيال هيكون الريستنج قوة الفايبر مينس 94 وده رقم قريب من الريستنج من بريم متنشيال التسعين اذا البوتاسيوم اكيد ليه دور كبير جدا في الريستنج من بريم متنشيال لو تخيلنا بقى ان احنا هنكلم عن السوديوم مش البوتاسيوم الون لو قلنا ان السوديوم الوحده هو المسؤول عن القهرباء الخاصة بالريستنج من بريم متنشيال هنشوف السوديوم اكيوليبريام لو افترضنا ان السوديوم ده هيتحرك من بريم حركة طبيعية جدا طبعا في الطبيعي السوديوم حركته بيكون صعبة جوة جوة السيل ميمبرين نظرا لان الهايدريتت سوديوم بيكون حجمها كبير ولكن احنا هنفترض ان هنستخدم ميمبرين بيرميابول تماما للسوديوم بيعد السوديوم بشكل طبيعي كان السوديوم هيعد ازاي وهيعمل اكيوليبريام شكله ايه طبعا كلنا عارفين ان السوديوم تركيزه برا الخلية بيكون مية واربعين ميلي اكويفلنت وجوه الخلية بيكون اربعتاشر ميلي اكويفلنت يبقى السوديوم تركيزه جوه هيبدأ السوديوم يتحرك من جوه الخلية من برا الخلية لجواها بالكونسنتريشن جريديينت وحركة السوديوم من برا الخلية من برا الخلية لجواها يعني دخلت السوديوم ايونز جوه الخلية فزودت البوزيتفتي جوه الخلية اصبح جوه الخلية بوزيتف عندما يصبح السوديوم ايون جوه الخلية يصبح جوه الخلية بدل ما هو نيجاتف اصبح بوزيتف إذن الصوديوم آيون يضاده يبدأ يتكون إلكتريك جريديانت تعكس أن تخلي الصوديوم حركته جوه الخلية تقل وتوقف حركة الصوديوم تماما عندما تتساوى الكنسنتريشن جريديانت اللي دفعت بالصوديوم من بره الخلية جواها والإلكتريك الجريديانت اللي تكونت تتيجة أن الصوديوم دخل جوه الخلية وبقى مور بوزيتيف فمنع دخول فيرزر برميابيلتي للصوديوم أنه يدخل جوه بشكل أكبر مما أدى إلى توقف الحركة في نقطة الإيكيو ليبريام بوتينشيال هذه النقطة هتكون فين يا شباب؟ هيحصل زي ما احنا قلنا هنشرح بقى نقول لكم كلام اللي مكتوب عندكم في الكتاب من خلال كلامنا عن حركة الصوديوم ألون this time high concentration of sodium ion outside the membrane and low sodium inside لو تخيلنا أن إحنا نستخدم membrane permeable sodium هيكون التركيز بتاع الصوديوم لو كان جوه جسم الإنسان هيكون تركيز الصوديوم بره الخلايا في الإكستراسول الفلاود عالي وجوه الخلايا قليل عشان كده الائون بتبدأ تعدي this time the membrane is highly permeable to sodium ion but impermeable to all ions وهنفترض أننا هستخدم membrane يكون يعد الصوديوم بس لأننا هدرس حركة الصوديوم فقط تمام ولا يسمح بمرور الآيون الأخرى يحصل diffusion of positively charged sodium ions to the inside create membrane potential opposite polarity ويبدأ الصوديوم يدخل من بره الخلية لجواها عشان يعكس البولاريتي وبدل ما كان جوه الخلية negative أصبح جوه الخلية positive the concentration gradient for sodium tended to push this ion into the cell والسوديوم كان بيتحرك بالconcentration gradient حيث تركيزه عالي بره الخلية يدخل جوه الخلية بالconcentration gradient the inside the cell become positive وبعد ما تحرك السوديوم جوه الخلية أصبح جوه الخلية positive والoutside أصبح negative أي تعكست البولاريتي وعندما انعكست البولاريتي أصبح هناك electrical gradient تمنع مرور السوديوم resulting in electrical gradient tend to move sodium out of the cell والelectrical gradient اللي كونت من حركة السوديوم أصبحت تمنع مرور كمية إضافية من السوديوم التي تدخل جوه الخلية وتتوقف الحركة عندما تتساوي الconcentration gradient مع electrical gradient ويصبح جوه الخلية positive وبرا الخلية negative ويحصل no further net movement of sodium occurs ويحدث أنه السوديوم ما يتحركش وتتوقف حركته عندما تتساوي الالكتريكال جريديانت والكاونتر بالconcentration جريديانت الممبرين بوتينشيال أو الكيوليبريا موتينشيال في هذه النقطة هيكون طبقا لمعادلة نيرنست هيكون أنه بيساوي الإكليبريا موتينشيال بيساوي إحنا هيكون بالمعادلة الآتية دي الرسمة توضحية بتوضح لك إيه اللي ممكن يحصل أنا افترضت كلام افتراضي وليس كلام بيحصل في جسمك افترضت أنني استخدمت ممبرين بيرميابول بس للسوديوم يعني بيعدي السوديوم فقط ومبيعديش أي آيون آخر وخلقتي لهذا الممبرين زي الظروف الموجودة في جسم الإنسان تركيز السوديوم بر الخلية أعلى من تركيز السوديوم جوة الخلية اتحرك السوديوم بالconcentration gradient من بر الخلية إلى جواها أول ما تحرك أصبح positive charges زادت جوا الخلية فجوا الخلية بعد ما كان negative أصبح positive أصبح positive فكريات electrical gradient تضاد حركة السوديوم وتوقفت حركة السوديوم بالconcentration gradient عندما كانت electrical gradient مساوية ومضادة للconcentration gradient نقطة اللي توقفت فيها الحركة هي نقطة الإيكيوليبريان بوتينشيال اللي حسبها العالم نيرنست بالمعادلة بتاعته إن الإيكيوليبريان بوتينشيال بالساوي minus 61 minus 61 لقلنا minus لإن أنا بستخدم السوديوم اللي هو بزف آيون وفي ظروف التجربة حيث درجة الحرارة 37 والآيون اللي بنستخدمه يوني فيلند أصبح الconcentrant عندنا 61 بنضربه في لغة رتمة تركيز السوديوم inside على تركيز السوديوم outside تركيز السوديوم inside ودي مهمة في المعادلة إن أنا بحسب التركيز inside فوق والتركيز inside أو inside تحت 14 تركيز ميلي إكيويفلنت جوه الخلية و140 14 على 140 يعني 1 على 10 لغاريتنا 1 على 10 يطلع من minus 1 لما أضرب منس 1 منس 1 أضربه في منس 61 منس في منس بزائد يبقى الناتج بتاعنا هيكون زائد 61 ميلي فولت انظروا إلى هذا الرقم اللي طلع لو كان السوديوم هو المسؤول عن كانت الكهربا هتبقى زائد 61 ملي فولت هذا الرقم قريب ولا بعيد عن الريستنج الميمبريم بوتينشيال هذا الرقم بعيد كل البعد بعيد في الرقم وبعيد في الرقم ده لو كان السوديوم مسؤول كان جوه الخلية مش هيبقى نيجاتيف كان جوه الخلية هيبقى بوزطيف عشان كده قدرنا نطلع ان لو كان السوديوم آيون ويرزقون لي فاكتور كوزينج راستنج الميمبريم بوتينشيال The resting potential inside the fibers would be equal to زائد 61 اللي هي بعيدة كل البعد عن resting membrane potential من واقع Nernest Equation اللي درست السوديوم والبوتاسيوم كل آيون على حدة لإناء أن السوديوم مالوش أي علاقة بresting membrane potential وأن المسؤول الأساسي والأقرب بكثير جدا للresting membrane potential كان البوتاسيوم وحركة البوتاسيوم وليس حركة السوديوم ولكن هل الرستنج membrane potential هل الرستنج membrane potential يتكون من حركة السوديوم والبوتاسيوم فقط لا هو السوديوم طبعا البوتاسيوم هو اللي بيلعب الدور الكبير والسوديوم له دور في تصبيت الرستنج membrane potential له دور قليل جدا والكولورايد آيون يعني مش آيون واحد هو اللي بيلعب الدور في الرستنج membrane potential والدليل على ذلك إن ريستنج ميمبرين بوتينشيال لو كانت مسؤولية البوتاسيوم كان لازم يطلع مينس 86 اللي هي السلكتب برميابيت الجزء الخاص بالسلكتب برميابيت ولكن طلع مينس 94 لو كان البوتاسيوم هناك آيونز أخرى بتلعب دور منها الكولورايد ومنها أيضا السوديوم يعني منها الكولورايد والسوديوم بيلعبوا دور في تصبيت الريستنج ميمبرين بوتينشيال هم دول الثلاثة آيونز اللي بيعتمد عليهم تحديد الريستنج ميمبرين بوتينشيال ولكن أهم آيون فيهم كان إيه؟ كان البوتاسيوم عالم آخر عمل معادلة تانية اسمها جولدمان إكويشن طبعاً هذه المعادلة تستند إلى إن ريال سلز في الخلايا بتاعتنا زرستنج بوتينشيال إزرير لآد زا إكيوليبريا بوتينشيال فور إني وان آيون إن الرستنج من بريم بوتينشيال ليس لا يخضع لآيون بعينه مش آيون واحد كل الآيون بتشارك ولكن مين اللي بيشارك بصورة أكبر البوتاسيوم يبقى البوتاسيوم والسوديوم والكولورايد بيشاركوا في الرستنج من بريم بوتينشيال ولكن البوتاسيوم يشارك بنسبة أكبر فور أتيبكال ماميليا نيورون نيورون للخلية العصبية الموجودة في الإنسان زا من بريم بوتينشيال الجنرالي أروند بيكون تقريباً لو كلمنا عن نيرففايبر كبير مينس تسعين ميلي فولت نوت آد زا إكيوليبريا بوتينشيال فور إني آيون ومينس تسعين مش كلهم مسئولية حركة الآيونات مينس ستة وتمانين هي مسئولية حركة الآيونات وما تنسوش أن إحنا عندنا مينس أربعة مسئولية السوديوم بوتاسيوم بامب وهذا الرقم اللي هو مينس ستة وتمانين مش رقم خاص بآيون واحد الرقم يعتمد على حركة الآيونات الثلاثة السوديوم والبوتاسيوم والكولورايد ومن ذلك هذا هو بأن في أثناء المشهر في أغلب الخلايا يخصون التسيوم والبوتاسيوم في ميلي بلازم وعندماحين اللايات للإيون عن كولورايد في الغيئة في الصق وحيّة تقريره أن المشهر في السوديوم والبوتاسيوم وكولورايد يجب المعضل السوديوم والبوتاسيوم وكولورايد يقوم الضوء للإيون الرقم من برين بوتينشيال ان البوتاسيوم وحركته والسوديوم وحركته والكلورايت وحركته كل حركة هذه الايونات تشارك في الريستينج من برين بوتينشيال لو كان التلاتة بيشاركه من اللي بيشارك بشكل أساسي هو البوتاسيوم تبقى لنيرنست اكويشن وتبقى لجول ديمان اكويشن اللي هنشرحها دو وقت اللي حددت الرقم بالضبط كان التلاتة ايونز بيشاركوا ولكن بنسب مختلفة البوتاسيوم له نصيب الاساد والسوديوم والكلورايت اللي هم نصيب بسيط ماشي يا شباب therefore وعشان كده the contribution of all three ions توزيعة three ions to membrane potential and membrane potential much be taken into account لازم ناخد في الاعتبار توزيعة هذه الايونات وحركتها when more than one ion the channel is present in the membrane the membrane potential can be calculated by using gold man او gold man equation اللي بتشرح اللي بتشرح حركة هذه الايونات وبتاخد هذه المعادلة اللي هي gold man equation بتاخد كذا حاجة بتاخد الايون تركيزه جوة الخلية وبرا الخلية الايون هل هو positive ولا negative وبتاخد polarity وايضا بتاخد permeability بتاخد في الحساب permeability وكلكم بتقولوا ازاي هنحسب السوديوم والسوديوم ال permeability بتاعته قليلة تبقى ليه البوتاسيوم والسوديوم ليه permeability معينة برقم والبوتاسيوم ليه permeability معينة برقم هذه المعادلة المعادلة مش مطلوب منك تحفظها ولكن هي معادلة سهلة الاكيوليبري الموتينشيال هنحسبه بالميلي فولت بيساوي minus 61 minus 61 في اللغاريتم في اللغاريتم ايه بقى في اللغاريتم السوديوم اللي موجود n concentration بتاع السوديوم n مضروف في ال permeability بتاع السوديوم زائد ال concentration بتاع البوتاسيوم n يعني جوه الخلية مضروف في ال permeability بتاع البوتاسيوم زائد بس أوت مضروف في ال permeability بتاع الكولورايت تبليج كولورايت عملته أوت عشان اظبط المعادلة انا لو عملته n كنت هغير السابت هنا بدل ما يبقى minus 61 كان هيبقى زائد 61 وعشان عملته أوت انتوا عارفين ان 1 على 10 بيدي minus 1 يعني يعني ان انا عكست الاوت n والn أوت عشان ما اغيرش السابت وخليه يظل minus 61 الكولورايتم هو نيجاتي تشارجس ولاحظت ان هو نيجاتي فحطيت الكولورايت تركيزه أوت فوق وإن تحت في permeability الخاصة بالكولورايت ومن تحت هناخد calcium concentration أوت تمام والpermeability سوري sodium concentration أوت في permeability الpotassium concentration أوت في permeability والكلورايت in في permeability تبليل الكولورايت معكوس ال-n موجود تحت والقاوت فوق لأن الكولورايت negative charge لأن اللغاريتم بتاع 1 على 10 بيساوي 1 على 10 بيساوي minus 1 واللغاريتم على 10 بيساوي 1 وعشان احافظ على هذا السابت بدل ما يبقى minus بدل ما هيبقى زائد 61 هيبقى هيظل زائد minus 61 هذه المعادلة مش مطلوب C lower concentration و B هي permeability الجولدمان equation يا شباب وإذا الممبرين is permeable to several different ions the diffusion potential that develop depends on three factors بيعتمد diffusion على 3 عوامل بيعتمد على polarity of electrical charges of H ion تعرفين أن عندنا آيونات موجبة وآيونات سالبة طبعا الآيونات الموجبة كنا هنحط في السابت نقص 61 والآيونات السالبة كنا نحط في السابت زائد 61 عشان نحافظ على هذا الرقم عكسنا ال-N بقى أوت والقى أوت بقى N تانية حاجة باعتمد عليها في المعادلة دي concentration تركيز الآيونات داخل الخلية جواها وغارج الخلية تالت حاجة اعتمدت في المعادلة دي على permeability النفاذية الخاصة بكل الآيون اللي بتختلف وبتزيد قوي permeability بتاع البوتاسيوم عنها اللي بتبقى مئة مرة اد permeability بتاع السوديوم لو حطينا في الاعتبار polarity الخاصة بالآيون لو حطينا في الاعتبار permeability الخاصة بالآيون لو حطينا في الاعتبار concentrations الخاصة بالآيون احنا كده بنعمل المن اللي بعد ما طبقناها المن give two univalent positive ions of sodium and potassium chloride and one univalent negative ion اللي هو الكلورide السوديوم والبوتاسيوم والكلورide are involved using this value in goldman equation to give potential inside the membrane لما نكون عارفين تركيز السوديوم inside وoutside the cell لما نكون عارفين تركيز البوتاسيوم inside وoutside the cell لما نكون عارفين تركيز الكولورide inside وoutside the cell لما نكون عارفين البرميابلت الخاصة بالسوديوم والبرميابلت الخاصة بالبوتاسيوم والبرميابلت الخاصة بالكلورide هنقدر نطبق ده على معادلة الجولدمان equation طليع لي ان الكهرباء inside the cell كانت minus 86 ميلي فولت اللي هي ده الرقم الحقيقي الخاص بالselective permeability of resting membrane potential resting membrane potential minus 90 ميلي فولت minus 86 مسؤولية حركة الائونز المختلفة على رأسها السوديوم والبوتاسيوم والكلورide و minus 4 مسؤولية السوديوم بوتاسيوم بوم طبقا للنيرنست equation بتاع البوتاسيوم كان الرقم اللي طالع minus 94 ميلي فولت اي ان البوتاسيوم هو المسؤول الاساسي عن resting membrane potential by selective permeability اما لو طبقنا النيرنست equation على السوديوم لان الرقم زائد 61 ميلي فولت بعيد كل البعد عن resting membrane potential يبقى نيرنست قدر يدينا فاكت مهمة جدا ان البوتاسيوم هو الايون الاساسي المسؤول عن resting membrane potential وعمل معادلة عشان يحسب الرقم بالضبط الخاص بال resting membrane potential putting is this value in goldman equation gives a value الvalue اللي هي minus 86 ميلي فولت this is nearer to potassium diffusion potential دي قريبة من potassium diffusion potential السوديوم بوتاسيوم باب مسؤول عن minus 4 ميلي فولت لما نضيف minus 4 ميلي فولت مسؤول سوديوم بوتاسيوم بام 86 ميلي فولت مسؤولية حركة الايونات المختلفة بال goldman equation يبقى المجموع بتاعنا resting membrane potential كان مقدار minus 90 ميلي فولت resting membrane potential of large nervous and muscles beكون minus 90 ميلي فولت وان كان resting membrane potential medium sized nerve minus 70 and non excitable cells minus 20 أو 40 ميلي فولت ده كان استعراض الايكيو ليبريا potential لل near next equation وال goldman equation هناخد ثلاثة اسئلة مسكيو سريعا عشان نطبق بعض المسائل اللي ممكن تجيلك في الامتحان ده ده تيبول بديك فيه الconcentration الخاص بالموتاسيوم في الانترا سيلولر فلاود والإكسترا سيلولر فلاود والسوديوم والكلورايد والكالسيا هسألك سؤال وهنرجع للجدول الثاني هسألك عن الكلورايد أنا كده بسألك عن وضعية ملكش دعوة بجسم الإنسان الأرقام اللي أنا أعطيها في المسألة دي أرقام هنحسب منها الأكشوال الأكيوليبريا الموتينشيال الخاص بالكلورايد فكروا معنا كده يا شباب أنا أعطتك التلاتة بس أنا عايز أعرف الكولورايد أنا بحسب الأكيوليبريا بسوي إيه مينس واحد وستين تمام مينس واحد وستين مضروف في لغاريتم مينس أو زائد واحد وستين طب أنا بتكلم عن الكولورايد هقول مينس ولا زائد هقول مينس ولا زائد يا شباب الكولورايد ده نيجاتيف يبقى أول حاجة أخذها في المعادلة إن أنا مش أكتب مينس واحد وستين هكتب زائد واحد وستين وأضربه في الكنسانتريشن بتاع الكولورايد إنسايد على الكنسانتريشن أو في كولورايد أوتسايد الإنسايد 11 والأوتسايد 110 11 على 110 هتلع لك 1 على 1 على 10 يبقى اللغاريتم بتاع 1 على 10 بمينس كام مينس 1 لما أضرب مينس 1 في زائد 61 يبقى الرقم بتاعنا هتلع مينس 61 تمام يا شباب فالإجابة الصحيحة يكون مينس 61 عرفته حسبناها إزاي نعمل نعمل كده حاجة مع بعض إكيوليبريا موتينشيال بساوي مينس زائد 61 ليه قلنا زائد 61 زائد 61 مضروبة في على الكنسانتريشن مضروبة في الكنسانتريشن بتاع الكولورايد إن كولورايد إن على كولورايد أوت تمام تمام يا شباب هو زائد 61 الأول عشان خطر إحنا بنتكلم عن الكولورايد الإن كان 11 أوت كمية و 10 دي يبقى 1 على 10 اللغة ريتم بتاع 1 على 10 بمينس 1 لما نضربه في زائد 61 يطلع لي مينس 61 تمام يا شباب يبقى الإجابة عندنا مينس 61 طيب السؤال الثاني البوتاسيوم بقى نحسب البوتاسيوم مش الكولورايد نرجع تاني للبوتاسيوم هنلاقي إن البوتاسيوم وهو بوزيتف هيكون إيه مينس 61 مينس 61 مينس 61 مينس 61 مينس 61 مضروف في الكنسنتريشا بتاع البوتاسيوم إن إن اللي هو هيبقى كم البوتاسيوم إن البوتاسيوم انتراسيلر 140 وقاوت 14 140 على 14 ب 10 لغة رتم 10 ب 1 1 في مينس 61 هيطلع لي مينس 61 يبقى الإجابة عندنا هتكون مينس 61 يبقى البوتاسيوم الإجابة الصحيحة هتكون مينس 61 تبقى للأرقام يبقى احنا بنراعي في الأرقام المعادلة أول حاجة هل هو بوزيتف ولا نيجاتف لو باتكلم على الكولورايد يبقى المينس 61 هتبقى زائد 61 لو باتكلم على السوديوم أو بوتاسيوم يبقى المينس 61 هتبقى زائد هتبقى مينس 61 هتفضل المينس 61 وبعد كده بضرب لغة رتم في الكنسترات بتاع الإن على الكنسترات أوت يعني لغة رتم عشرة بواحد لغة رتم مية باثنين لغة رتم واحد على مية ب-2 ماشي يا شباب The resting potential of myelinated nerve fibers primarily dependent on the concentration gradient of which of the following ions أنهى آيون من دول بيلعبوا الضور الأساسي في resting potential أظن كل الكلام اللي بنقوله في المرتين اللي فاتوا في part 1 و 2 إن البوتاسيوم هو اللي بيلعب الضور الأساسي لشان كده الإجابة هتكون هتكون دي بكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة التانية اللي شرحنا فيها resting membrane potential والAQ Librium potential تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته